رسم جدول رسم جدول طبعا أقدر أني أقسم هذه الخلية إلى عمودين أقدر أقسم هذه الخلية أو ثلاثة هذا فيما يخص طبعا أقدر أقسمها إلى صفين فيما يخص الرسم أما الممحات فهي تمسح الخطوط وطبعا من خلال ضغط وأقدر أني أحدد مثلا ألاحظ أنه أقدر أحدد أما أكليك ألاحظ أنه صار عدي هذا الجدول وأقدر أمسح هذا الخط وهذا الخط وهكذا هذا فيما يخص الممحات طبعا إذا بقت الأمر متفعل أمر الممحات متفعل أقدر أرجع إلى تصميم وأضغط كليك على ممحات رح يختفي الأمر فيما يخص هذا الخيار هذا الخيار هو نوع خط الرسم وسمك خط الرسم ولون خط الرسم مثلا أحمر لما أجي أرسم رح ألاحظ أنه الخط رح يرسم لي بالمواصفات اللي أنا حددتها قبل شوية مثل ما تلاحظون وطبعا أقدر نفس الخط القديم أرسم فوقها حتى يكون يأما كليك كليك كات يأما رسم مثل ما تلاحظون أضغط يأما كليك وأقدر أرسم خط جديد أقدر أغير اللون إلى اللون الأخضر وأرسم مثل ما تلاحظون في حال أنه أنا غيرت اللون مع الرسم أضغط مرة ثانية على اللون وأرسم مثل ما تلاحظون مثل ما تلاحظون الرسم عملية الرسم يأما كليك كات يأما الرسم من جديد فوق الخط